موسيقى السادسة صباحا الرابعة بتوقيت جرينيتش موجز اخباري يأتيكم من القاهرة أهلا بكم وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى سربيا حيث استقبله الرئيس السربي أليكزاندر فوتيتش بمطار العاصمة بيلجراد وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس السيسي إلى بيلجراد ستشهد عقد مباحثات مكثفة مع الرئيس السربي بالإضافة إلى مقابلة رئيس البرلمان السربي كما سيتخلل الزيارة عدد آخر من الأنشطة المكثفة لرئيس السيسي وعلى رأسها إلقاء كلمة في جامعة بيلجراد تتضمن التركيز على مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين فضلا عن استعراض محددات السياسة المصرية تجاه أهم القضايا الإقليمية والدولية المعاصرة عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبول اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري هذا واستعرض الاجتماع سير العمل بمختلف مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتي تشمل 1477 قرية بما في ذلك المشروعات التي تم الانتهاء منها والجاري العمل بها في ضوء البرنامج الزمري المستهدف وذلك فيما يتعلق بتنفيذ شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب وشبكات الغاز الطبيعي والكهرباء والاتصالات وأعمال تنفيذ الطرق وكبار الري وغيرها من المشروعات اشترط رئيس روسي فلاديمير بوتين أن يرفع الغرب كل القيود التي فرضها على تصدير الحبوب الروسية لكي تسهل موسكو تصدير الحبوب الأوكرانية العالقة حاليا في موانئ كييف وأكد رئيس روسي أن الولايات المتحدة رفعت عمليا القيود التي كانت مفروضة على تصدير الأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية مضيفا أن تحسين الوضع في أسواق الغذاء العالمية مرهون بحدوث الأمر نفسه مع صادرات الحبوب الروسية اتهمت الولايات المتحدة روسيا بالسعي لضم أراضي أوكرانية سيطرت عليها خلال الأشهر الأخيرة مؤكدة أن موسكو تستخدم الطريقة نفسها التي استخدمتها عندما ضمت شبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014 وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي أن الحكومة الروسية لديها خطط مفصلة لضم عدد من المناطق في أوكرانيا بما في ذلك خرسون وكل مناطق دونتسك والوجانسك موضحا أن موسكو تعمل أيضا على إنشاء مصارف روسية في هذه المناطق لتعميم استخدام الروبل فيها أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا أن قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد موسكو شملت خمسا وخمسين شخصية روسية وقالت كولونا في كلبة خلال اجتماع لجنة الشؤون الدولية بمجلس الشيوخ الفرنسي أن العقوبات الجديدة تعزز العقوبات ضد روسيا وتفرض حظرا على استيراد الذهب منها فضلا عن فرض قيود إضافية ضد عدد من الأشخاص الروس قالت الحكومة البرتغالية أن حرائق الغابات المدمرة التي اندلعت خلال الأيام القليلة الماضية في البلاد كانت نتيجة للإهمال والحرق العمد وكشف وزير الداخلية البرتغالي عن اعتقال أكثر من خمسين شخصا هذا العام للاشتباه في تسببهم في اندلاع حرائق الغابات مشيرا إلى أن 23% فقط من هذه الحرائق في البلاد كانت ناجمة فقط عن أسباب طبيعية في حين كانت 60% من الحرائق نتيجة للإهمال في استخدام نيران مثل الشوي والتدخين أو إشعال المشاعل لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الـ QR كود الظاهر أمامكم على الشاشة شكرا جزيلا لكم على المتابعة كنت معكم هشام عبدالتواب وإلى اللقاء اشتركوا في القناة